على رصيف ميناء مدينة كرانفيل الفرنسية ترسل عديد من السفن في مشهد غير مألوف لأن الأمر متعلق بعطالة قصرية ناجمة عن خلاف اندلع وكبر بين فرنسا وبريطانيا تمخذ عنه رفض لندن منح الصيادين الفرنسيين تراخص الصيد في المياه البريطانية ننتظر رد فعل الحكومة حسب آخر الأخبار ستكون هناك مفاوضات بين الجانبين نكتفي فقط بالانتظار يظل مصير هؤلاء الصيادين رهينا بمفاوضات ثنائية بين باريس ولندن بعدما سعد الطرفان نهاية الأسبوع الماضي من لهجة الحوار وتبادل الوعيدة باتخاذ إجراءات عقابية متبادلة غير أن لقاء الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني خلال قمة المناخ في غلاسجو فتح باب الحوار من جديد ماذا ننتظر من البريطانيين؟ ننتظر واثقة تفصيلية تشرح شروط منح الترخيص في منطقة الصيد المعنية وكانت باريس قد هددت بمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في المرافع الفرنسية وفرض إجراءات تفتيش على جميع السلاء القادمة من بريطانيا كرد فعل على عدم تجديد رخص السفون الفرنسية نرحب حقا بترجع فرنسا عن تهديداتها الأخيرة في انتظار مفاوضات يوم الخميس القادم في انتظار نتائج مفاوضات يوم الخميس بين وزير البريكسيت البريطاني والوزير الفرنسي لشؤون أوروبا تبقى هذه السفن راسية على ميناء مدينة كرانفيل ترجمة نانسي قنقر